مرحبا أيها المفكرون كيف حالكم اليوم سوف يكون حرفنا لهذا الأسبوع هو حرف الألف إذن هكذا يكون شكل حرف الألف سوف نمارس جميع المهارات حتى نتعلم حرف الألف سوف نمارس مهارة الاستماع والمحادثة حيث أننا سوف نقوم بسماع قصة الأرنب أمير وعن ماذا تتحدث هذه القصة ثم عليك عزيزي المتعلم أن تقوم بالترتيب سرد القصة بالشكل الصحيح وتقوم أيضا بسردها بطريقة مناسبة أيضا سوف نمارس مهارة القراءة حيث سوف يتم قراءة نص من نصوص حرف الألف الموجودة في كتاب اللغة العربية وهو الدرس الأول بعنوان صباح الخير قال سكر صباح الخير يا بابا صباح الخير يا ماما هل رأيت عزيزي المفكر حرف الألف الموجود في كلمة صباح؟ يا بابا أيضا كلمة ماما ثم عليك هنا أن تقوم بعمل هذا التمرين الذي يطلب منك أن تلون الصورة التي يوجد فيها حرف الألف تفاحة شجرة فراشة إذن عليك أن تلون التفاحة والفراشة أيضا سوف نقوم بقراءة الكلمات التي يوجد فيها حرف الألف الموجودة في قصة الأرنب أمير مثل كلمة أرنب أنناس أرز إناء أحرك ثم سوف نمارس مهارة الكتابة سوف نقوم بكتابة حرف الألف هنا في هذا التدريب عليك أن تقوم بتتبع النقاط لكتابة حرف الألف ومن ثم عليك كتابة حرف الألف من غير تتبع النقاط ويوجد أيضا لدينا العديد والكثير من أوراق العمل الخارجية التي سوف تقوم فيها كتابة حرف الألف وكتابة وتلوين كلمة أرنب وضع دائرة على الأشياء التي يوجد فيها حرف الألف ويوجد لدينا أيضا الكثير من الألعاب التي تتحدث عن حرف الألف سوف نمارس هذا الأسبوع المهارات الاجتماعية كيفية أن تبني علاقات اجتماعية إيجابية مع زملائك والمعلمة أن تتعاون مع زملائك أن تظهر الذكاء العاطفي وأن تكون واعن اجتماعيا وتتحمل المسؤولية وتحل المشاكل التي تواجهك وأيضا سوف نمارس مهارة الإدارة الداتية سوف تتعلم أيها المفكر كيف تنظم وقتك وتحافظ على ممتلكاتك وتعرف كيف تحافظ على صحتك العقلية والبدنية وتقوم بالسلوك الإيجابي إذن هذا كل ما لدينا عن حرف الألف لهذا الأسبوع شكرا لكم أيها المتعلمون وإلى اللقاء في حرف جديد شكرا لكم